وللمزيد من المتابعة والتحليل ينم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد خبيري العلاقات الدولية بمركز الأهرامات للدراسات السياسية دكتور أحمد بعد التحية تأتي ذكرى النجب هذا العام بأحداث أكثر ألما تمر على الفلسطينيين كيف ترى ذلك في ظل المعاناة التي يعيشها الفلسطينيين من تهجير قصري وتدمير لحاضرهم ومستقبلهم في الواقع ما أشبه الليلة في البارحة ما أشبه نكبة أو ما يوجه الفلسطينيون في عام 2024 بما وجه الفلسطينيين في عام 48 وما بعدها وعلى مدار العقود والاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه المنهجة ضد الشعب الفلسطيني من تهجير قصري من مصادرة الأراضي من اعتقالات من عدوان من قتل جماعي من تهويد مقدساته وين نشر اصدقانه في الأراضي الفلسطينية وكل هذا حقيقة أمام المجتمع الدولي الذي بدأ مواقفه المزدوجة خاصة الجانب الغربي والجانب الأمريكي الذي وصر المظلة الحماية لكيان الاحتلال في المظلة السياسية والمظلة القومية في مجلس الأمن ودعمه عسكريا وسياسيا مما شجعه على المضي خدما في هذا الاحتلال في هذا الإجرام وهذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني هذا ما يحدث الآن في قطاع غزة من جرائم حرب متكاملة الأركان من استردام سلاحة التجوية ومنع الغزاء والدواء والقهرباء والماء وتحويل غزة إلى جحيم في إطار مخطط خبيث يستهدف تقرار ما حدث فيه 48 من تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وبيعكس حقيقة الوجه البغيب لهذا الاحتلال من ناحية ومخططاته الخبيثة ومن ناحية أيضا بعكس المجتمع الدولي خاصة الجانب الغربي الذي شاهد هذه الجرائم بعينه على شاشات التلفزيون يضمع جرائم 48 لم تكن وقتها عن وسائل المعرفة والنقل عن هواء لكن الآن هو يشاهد هذه الجرائم من 8 أشهر من قط الأطفال والنساء أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني من النساء والأطفال معظمهم وتدمير كامل وغلق المعابر واحتلال إسرائيل لمعبر رطح ومنع دخول المساعدات واستهداف عمال الغازة كل هذا فيعكس هذا الوجه القبيح لهذا الاحتلال المنهج هي المخطط المنظم لتسكية القضية الفلسطينية والقضاء الفلسطينيين تحت ضعاوة أو ضعاوة تحت مظلة القضاء على الفلسطينيين لكنه بالفعل هو يسعى للقضاء على الفلسطينيين وهذا يوضحه هذا المنهج القط الممنهج في قطاع غزة وهذه الجرائم التي تعدي امتهاك واضح وصريح للقانون الدولي وبالتالي تأتي ذكرى النجب هذا العام ذكرى مريرة ذكرى مؤلمة لما شاهده وعاشهم الفلسطينيين على مدار عقود ويعيشونه هذه الايام نعم دكتور سيد احمد خابيري لعلاقات الدولية مركز الاعرام للدراسات السياسية كزير الشكر لك